طيب عندي مجموعة من التفاصيل والكواليس المتعلقة بهذا الاجتماع طيب أولا البداية مباشرة والنهاردة الناس كانت متقبلة لأراء كل المسؤولين وكل الحاضرين يعني أستاذ أحمد مجاهد بيمثل بالتأكيد اللجنة السلسية ومع اتنين من أعضاء اللجنة أستاذ الشواربي والأستاذ أيضا كمان أحمد حسام عوض الاتنين أو التلاتة اللجنة السلسية كانوا متفقين في معظم الأراء مع الأندية اللي كانت تحضر طبعا النادي الأهلي النهاردة كان بيمثل الأستاذ طريق أنديل عضو مجلس الإدارة والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي طبعا كل الأمور اللي تم عرضها من الأستاذ طريق أنديل ووجهة نظر النادي الأهلي كان الهدف منها الصالح العام للكرة المصرية وتكلموا على فكرة أن لو في مشكلة في التعاقد مع الشركة المسؤولة عن تقنية الفار اللجنة السلسية تشوف طريقة ما لحل هذا الموضوع نقول أنه لو في مشكلة مدية إزاي يتم وضع حل لهذا الموضوع سواء بالاتفاة مع الوزارة سواء بالاتفاة مع الشركة التعاقد لو فيه أي أمر ده شأن داخلي باللجنة اللي بتدير اتحاده الكورة مع الجهات المسؤولة لكن في نفس الوقت الأندية نفسها اللي بتلعب الدوري وخلاص التقنية موجودة منذ البداية هنا أنت بترسي العدالة طالما التقنية اتطبقت أنت بترسي العدالة فلازم الناس تكمل على هذا الأمر لغاية نهاية المسألة أي مشاكل داخلية ممكن نشوف لها حلول الأستاذ أحمد مجاهد واللجنة السلسية عرضت على فكرة أن الأندية طب ممكن تشارك معنا في فكرة دفع التقاليف التكاليف المالية وقدامكم طبعا على الشاشة جزء من صور الحضور والاجتماع طيب فكرة أن الأندية تشارك في هذا الأمر طبع الأندية عليها مسؤوليات كثيرة جدا والأستاذ طريق أنديل ومعظم الحضرين يعني اقترحوا قالوا لا أنت عندك ممكن ليك مستحقات لو عندك مستحقات مع الأندية أشوف المدينيات اللي عليهم ممكن تحصلها حتى لو بنسبة 15 أو 30% مش لازم تحصل المدينية كلها لو أنت عندك أسبة مالية داخل الاتحاد عشان تقدر تصرف على تكاليف التقنية عندك الوزارة عندك تفاصيل كثيرة جدا أنت كلجنة السلسية أو كالتحاد كورة تقدر تحل المعضلة أو المشكلة اللي عندك في مسألة تقنية الفار لكن الأندية عليها مسؤوليات كثيرة جدا ولازم التقنية تكون موجودة عموما رد اللجنة السلسية في هذا الأمر كان طيب جدا وقال طيب خلاص أوكي التقنية موجودة وهنكملها ولو في أي تفاصيل متعلقة بالتطبيق هرجع للمسؤولين أو هرجع للوزارة أو أنا هشوف المشكلة اللي موجودة وإزاي أحاول أقدر أحلها الفترة الجاية وبالمناسبة هي اللجنة السلسية برضو جاية وعايزة تشتغل بشكل قانوني سليم فلو عندها بعض النقاط الممكن تكون سلبية من وجهة نظرها ممكن تحلها عشان ما يكونش فيه مشاكل بالنسبة وهي حتى في المستوى العملي بالنسبة لتطبيق التقنية